اهلا بكم اصدقائي مجددا في درس اخر من دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية هذا الدرس هو تكملة للدرس الماضي الذي تعرفنا فيه على الأفعال المساعدة تعرفنا في الدرس السابق على الفعل المساعد في هذا الدرس سنتعرف على الفعل المساعد وكتذكر بتعرف الأفعال المساعدة المساعدة تعرفنا في الدرس السابق على الفعل المساعدة 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 للزمن الأفعال المساعدة بكل بساطة هي تلك الأفعال التي تفقد كل أو جزء من معناها أننا نحاولها من معناها الأصلي لنستخدمها لتشكيل الأزمينة المركبة لتنكم بساطة لباقي الأفعال تسمى أزمينة مركبة لأننا نستعين فيها بالأفعال المساعدة في اللغة الفرنسية هناك 2 auxiliares يوجد فعلين مساعدين الفعل المساعد والفعل المساعد تعرفنا في الدرس السابق الدرس رقم 8 من هذه السلسلة على استعمال الفعل المساعد في هذا الدرس سنتعرف على استعمالات الفعل المساعد 21 وفعل المساعدين الجهور عمل أفعال ما هو où كان يفعل المساعدين بين عمل المساعدين الفعل المساعدين الفعل المساهم يحمي المعنى posséde مثلا إذن قبل أن يستعمل كفعل مساعد لفعل أفوار يحمي المعنى posséde إذن قبل أن يستعمل كفعل مساعد مثلا أقول هنا لفعل أفوار بمعنى إمتلكا posséde إمتلكا إلا مال على تتت إذن قبل أن يسarbeiten أفوار في جسده إذا أفوار في جسده أفوار بالكامل إلا مال على تتت إلا دي سوسي إلا دي سوسي إذن قبل أن يشاكل إذن قبل أن يستعمل إما في نفسيته إprouvه دون سا كنسيانس ننتقل آن إلى استعمالات لأكسيليار أفوار بعدما تعرفنا على معناه كفعل الآن سنتعرف على استعمالاته كفعل موساعد كم أكسيليار لأكسيليار أفوار سارة كونجوغي الفعل الموساعد أفوار يستعملو لتصريف سارة كونجوغي lui-même دون لتان كمпوزي أي يصرف نفسه في الأزمين المركب مثلا في لأكسيليار أفوار أقول جو هذا هو تصريف الفعل أفوار في لأكسيليار أفوار لتصريفه في لأكسيليار أفوار إذن نستعملو هو نفسه لتصريفه في زمن الماضي المركب في لأكسيليار أقول جه أتي في لكوانجونار أفوار يقول لأكسيليار أفوار جهر أي أتي جهر أي أتي في لأكسيليار أفوار جهر أي أتي جهر أي أتي إذن لكسلية أفوار يستعمل لتصرف نفسه وليتصرف لverب اتخ في الأزمين المراكبة لتان قموسه يستعمل كذلك لكسلية أفوار لتصرف لتان قموسه ده верب اكتف الأزمين المراكبة لأفعال المبنية للمعلوم الأفعال المبنية للمعلوم عندما تكون لدينا جملة مبنية للمعلوم فإننا نستعمل لتصريف الفعل في الأزمنة المركبة ولكي تعلموا الفرق ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول في اللغة الفرنسية أدعوكم لزيارة هذا الرابط أو زيارة الرابط الذي سأتركه لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو وكمثال على جملة مبنية للمعلوم أقول أحببت الصيد مثال آخر هو أصلحة السيارة كما تلاحظون الفعل أمي والفعل غيبباري هنا ستعمل لتصريف الفيديو هذه الأفعال في زمن الماضي المركبة لتصريف الفيديو اللازيما إذن الأفعال اللازيما إذن الأفعال اللازيما في اللغة الفرنسية يتحتاج إلى قمليمات سواء أم قمليمات دبيت ديركت أو قمليمات دبيت ديركت لا لمفعول به مباشر أو غير مباشر هذه الأفعال اللازيما والتي يكون فيها لبارتسيباس غير متغير نستعمل معها في تصريفها في الأزمينة المركبة لتنكم بوزي لأكسيلياغ أفواغ مثلا أقول درمي نمت درمي هو من الأفعال اللازيما اللاتي لا يتغير لبارتسيباسي خاصاتها هنا درمي يبقى درمي لبارتسيباسي رست لمام invariابل يبقى كما هو مثال آخر ألا مرشي ألا مرشي ياتمشت أو مشت قدل última من المرشي هو لنستعمل معه CAP أحد الأخسار يخشفها يجعله في الى Karma فضلاقات الكثير من الوضع يستعملوا الى تسليف عدد كابير من الأفعال الغير شخصية الأفعال الغير شخصية المنطقة للحماسة أفعال إجدل الأفعال اللا شخصية هي التي لا يوجد لها فاعل محدد تصرف دائما مع إِل مثلا أقول إِلَا فَلُّ كَانَ يَجِبُ هنا لفعال فَلْوَغُ هو من الأفعال اللا شخصية لفعال زن پرسونيل إِلَا بلُّ أمطارت أمطارت الفعل أمطارا بلُوَغُ هو من الأفعال اللا شخصية لفعال زن پرسونيل إِلَا لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ يُستعمل كذلك لتصريف عدد كبير من الأفعال اللا شخصية لفعال زن پرسونيل معدى صف أجير وفي الأخير أصدقائي أقدم لكم بعض التمارين من أجل الفهم أكثر لدينا في التمارين الأول أجوته لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ أو فخاز سويفانت أجوته لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ أو فخاز سويفانت أي أضيفه الفعل المساعد أَوَغُ لِالْجُمَلْ أَوَغُ لدينا هنا مجموعة من الفراغات يجب أن تملأوها بِلَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ في التمارين الثاني لدينا أجوته لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ أو فخاز سويفانت أي أضيفه إما لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ أو لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ إلى الجمال التالية إذن عليكم بتحديد ما هو الفعل المساعد المناسب هل هو لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ أو لَاكْسِلِيَرْ أَوَغُ إذن أصدقائي عليكم أن توقفوا الفيديو سواء بالنسبة للتمرين الأول أو التمرين الثاني وأن تحاولوا حل التمرين بعدها أتم مشاهدة الفيديو من أجل رؤية الحل سأصرق لكم الحل بعد قليل تصحيح التمرين الأول ها هو دا أمامكم وها هو دا تصحيح التمرين الثاني إلى هنا أصدقائي قد انتهى هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم وإلى الدرس القادم وإلى اللقاء شكرا